لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هذه التساؤليات تتخلي الناس تشكك في كل شيء يأتي بالرئاسة الجمهورية أنا قلت لكم ما حدث مع مرض الرئيس ضرب ما تبقى من مصداقية الرئاسة المعلومات التي أعطيت كلها كانت مظللة كلها كانت كاذبة بدأوا يكذبوا 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 حتى في ظهوروا وعودوا كذبوا قعدوا يكذبوا ويظللوا 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 حتى في عودوا مارسوا التضليل مارسوا التعتيم مارسوا التشويه أنا لا أدري أنها دولة عندها مؤسسات إعلامية تتعامل مع رئيسها بهذه الطريقة وتضرب له مستقيته بطريقة غريبة وعجيبة أمر أيضا الاستقبال كان ضعيف بطريقة لما كان يروح ويرجع يفرشونه السجاد الأحمر وديرونه لعزفونه النشيد الوطني هل هذه الإجراءات تمت؟ أنتما خايفين ظهر الرئيس على كرسي متحرك؟ تخايفوا ظهر الرئيس يمشي على عكاس؟ وعادي جدا ظهرته في كرسي ورجله مصابة عادي عندكم بالنسبة لكم عادي كأنه الناس عميان ولكن والله أنا أقول هالكم الإعلام الرسمي الجزائري اللي يعتمد على الدباب الإلكتروني في مواقع الأنترنت لنشر معلومات واتوا الدفاع عن الرئيس لا تنتظر منه خيرا لا تنتظر منه خيرا وصلوا صفحات تنشر صور الرئيس هو راجع من ألمانيا ويمشي على رجله ويقول لك موتوا بقلوبكم يا اللي كنتوا تقولوا بالرئيس ما يرجعش ولا أنا ما سمعت واحد قال رئيس ما يرجعش شخصيا ربما قالوا هؤخرين لا أتابعهم لا أدري ولكن كانت تساؤلات كلها عن وضعه الصحي وثبت بأن وضعه الصحي مش اللي قالت رئاسة الجمهورية هالرئيس بنفسه اعترف قال بأنني نقلت على جناح السرعة أيها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقلب شهرين وخدتوا إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورو مش معنى واحد بشر ينقل على جناح السرعة إلى ألمانيا هل هذا معناها هل هذا معناها أنه عادي جدا وبنصائح من الأطباء لإجراء فحوصات معمقة مثل ما قالت رئاسة الجمهورية واحد لما ينقل على جناح السرعة بسبب ما أصابه جراء مرض فيروس كورونا أراها في وضع بائس وهذا اللي قلناه قلنا الرئيس نقل في غيبوبة والرئيس بقي مدة في ألمانيا في غيبوبة ولم يستعيد عافيته إلا يعني أنقذوه أمر آخر الناس بالغت في التهليل نحن مانا هنا بسبب صناعة أصنام نعم أنتم تريدون صناعة أصنام رئيس الجمهورية يعود مرحبا بي في بلاده رجع الجزائر رجع البلاده يمنى مستقبل البلاد مش مستقبل الرئيس هل الرئيس هذا اللي طبلوا عدت مرحبا يقولوا فيه في الشعر ويخرجوا يحتفلوا هل راح عالج في مستشفى جزائري وخارج من مستشفى جزائري وتم إنقاذه راح الألمانيا وعالج عند الألمان والألمان اللي أنقذوه الجزائر ما فيهاش حتى مستشفى واحد يمكن أن يعتمد عليه لمعالجة عوامل جزائريين أين الوضع الصحي الجزائري؟ أين همثل هذه الأمور؟ كفاكم كفاكم عبثا كفاكم بهدلة للجزائر غدوة راح يوقع قانون المالية كيفاش راح يظهروا لو كنتم صادقين مع الجزائريين لك الأمر عادي لو قلتم في البداية أنه أصيب بكورونا وأن الفيروس تهر لمضاعفات وأن أجر عملية جراحية على رجله الرئيس له ما يقدرش يبشي ولكنه حتى يتعافى من العملية الجراحية كانت شفافية والرئيس بحذاته قال من قبل بأنه على الجزائريين أن يعرفوا كل شيء لا يستنيوا نرهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تحم ملايين دولارات بتتوزع في الخارج شكو اللي يخرجهم شكو اللي يعطى الأوامر شكو اللي وصل الأوامر هذه باش عشر ملايين دولار تخرج في اللي تمشي الفلان ولا فلتان لازم الشعب يعرف كل شيء لازم الشعب يعرف كل شيء لازم الشعب يعرف كل شيء ورانا بالمير صاد ما يكونوا مهنيين لا رجعة نوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل حقوق انتقوا والقضاء على المال فاسد والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك هذا قالها فيما يخص الأموال التي نهيبت أين الأموال التي نهيبت خالد نزار رجع الدولة العميقة رجعت بقوة من الذي تخيل وعود الرئيس في هذه الكلمة من هي مزال الوزير الأول يتحدث عن الجزائر الجزائر الجديدة هذه ما هي جزائر جديدة هذه أسوأ من الجزائر القديمة يجب أن نكون واقعيين علاش هذا الكذب وهذا الخداع سياسة الخداع ما تبنيش دولة بتفليقة سنوات وهو يخادع الجزائريين شوفوا ونوصلهم خرجوا الجزائريين وطردوه لازم الشعب يعرف كل شيء ما تبنيش دولة وجي الآن تزوق لي بأنه بهذه الطريقة ترك جزائر الجديدة هذه الجزائر الجديدة لو كانت حقيقة الرئيس لما أصيب يخرج بيان يخرج بيان شوفوا فرنسا مثلا كيف اشتعامل ماكرون مع الفرنسيين ما ظهرش حتى على وسائل الإعلام العمومية ظهر على حسابه الشخصي ليحدث الفرنسيين لأنهم هنا عندهم واحد الحسابات واحد الأمور تتعلق باستعمال وسائل الإعلام العمومية وسائل الإعلام العمومية ليست حكرة للرئيس يديرها يظهر فيها كما يحب شوف هنا قوانين الإعلام هاي وكيف اش كانت ترحلت عام الرئيس أصيب الرئيس تبين بأنه لحظة بدأت تهدار عليه الأعراض الرئيس الجمهورية ظهرت عليه أعراض ربما يكون مصاب بكورونا الرئيس الجمهورية بعد ذلك لما يتأكد بأنه إيجابي ورغم أنه ممكن يتأكد في نفس اليوم وفي نفس اللحظات أنه عليه فيروس إيجابي الرئيس راه أصيب بكورونا يا جماعة الرئيس راه بدأت تظهر عليه أعراض قوية الرئيس يجب أن يدخل للمستشفى المستشفى في عين نعجلة يتوفر على وسائل معالجة الرئيس هذا طبيعي طبيعي نحن واقعنا الصحي أسوأ من دول إفريقية كانت يضرب بها المثل في المجاعة المهم و لما نقل إلى ألمانيا راه تم ناقله في وضع صحي سيء سيء بعد ذلك كي يتعافى أي بعد لما إذا رجع وصلت العملية في رجل أو شيء تكون حتى كي يرجع حتى تظهره على كرسي متحرك الناس تتقبل هذا الوضع تتقبل هذا الوضع وتثيق فيكم مستقبلا عندما تقولوا الرئيس راه قادر يمارس مهامه راه عادي جدا ولكن أنتم قلتم بأن الرئيس يمارس مهامه في الحجر الصحي الطوعي ظهر كذب قلت بأن الرئيس يمارس في مهامه في عين نعجة وانتم قلته ليلا إلى عين النعجة وبعد ذلك في نفس الوقت نقلته على جناح السرعة لألمانيا وبعد ذلك يطلع هو يقول بأنني كنت أتابع أتابع وأنا كذا يعني أنه فيه جزائر يمكن أن يصدق هذا والله استثناني هذا من الناس الغوغاء اللي أصلا هم مش هم صدقين لكن فقط نكاية في فلان وعلان ما يعجبه الشخص ما يعجبه شكله أيضا جيوش الإلكترونية اللي ديرها ديرها جمعت الرئاسة واللي ديرها جمعت لفلان واللي ديرها المخابرات ويجمعها خلينا من جدها هذه ريت تلقى في أوامر تقول فقط تأدي في وظيفتها على جل باشتدي الخبزة اللي تأكل فيها هذا ما نتكلمش عليها ولكن هذا ومتهمك شهر هذا كل واقع افتراضي يخلق لك أمور أخرى افتراضية ليست لديها علاقة بالواقع الحقيقي روح للواقع الحقيقي جزائر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله